وأول خبر معنا الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي ويعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون العسكري استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء كريستوفرس فوكاديس وزير الدفاع القبرصي في حضور الفريق أول صدق صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي هذا بالإضافة إلى سفير قبرص بالقاهرة صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الدفاع القبرصي استهال اللقاء بنقل تعازي رئيس قبرص في ضحايا الحادثين الإرهابيين لذان استهدف كنيسة ماري جرجس بطنطا وكنيسة ماري مرئس بالإسكندرية يوم الأحد الماضي أكد أيضا نقوف بلاده بجنب مصر وشعبها في مواجهة الإرهاب ثمن الوزير القبرصي أيضا جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب على جميع المسئوليات منوها إلى الخطورة التي بات يمثلها الإرهاب على العالم بأسره وأكد أهمية دور مصر المحورية في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط كالدعامة رئيسية للأمن والاستقرار أشهد وزير الدفاع القبرصي أيضا بتميز العلاقات بين البلدين مؤكدا تطلع بلاده للاستمرار في فتح أفاق جديدة للتعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين وأضاف أيضا المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن شكره وتقديره لمواساة الرئيس القبرصي مشيدا بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وأيضا ما شهدته خلال الأونة الأخيرة من تطور كبير سواء على المستوى الثنائي أو من خلال ألية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان والتي تعد نموذجا للتعاون الإيجابي والبناء في منطقة المتوسط بالكامل في نفس السياق أعرب الرئيس أيضا عن التطلع إلى مواصلة تطور التعاون العسكري بين البلدين وتعزيزه بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقتين الشرق الأوسط والبحر المتوسط خاصة في ضوء ما يواجه المنطقة والعالم من تحديات غير مسبوقة وعلى رأسها طبعا الإرهاب تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين بالإضافة إلى التباحث حول آخر تطورات القناة